السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم قناة أم ميور لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في اللي يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى نهاردة نتكلم عن رؤية اليوسفي في المنام علامة يا دول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة رؤية اليوسفي هنا بتدل على حاجات جميلة جدا للرؤي لما يشوفها أول حاجة معينا لرؤية اليوسفي للرجل هنا بتدل بتشير ليه بحاجات جميلة جدا أول حاجة لنا اللي هو لو شاف فيه منامه أنه هو عنده أو معي يوسفي بيقوم بتقشيره هنا بيدل على أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى هيحصل على رزق ومال كثير جدا جدا بعد معاناته ممكن يكون من الفقر أو بعد معاناته من كان عمل بيقوم به وكان العمل ده عليه شق وتعب ولكن هو هيحصل بعد هذه المعاناة من الفقر أو شدة التعب في العمل دليل على أنه بإذن الله يحصل على رزق ومال وخير كثير جدا بإذن الله تعالى رؤية اليوسفي جاهز ومقطع وأنه هو شكله حلو أمامه وطعمه حلو هنا بيدل بإذن الله تعالى أنه هو سوف يتخلص من الهموم والمشاكل اللي كان بيعاني برضك منها في الفترة اللي فاتت أو كان فترة طويلة كان بيعاني من مشاكل أو مرض لفترة طويلة بإذن الله تعالى رؤية اليوسفي هنا من الرؤيات المبشرة لي بالتخلص من المشاكل والهموم والأمراض بإذن الله تعالى رؤية اليوسفي الناضج ومزايقه حلوة ورحته حلوة هنا بيدل على بإذن الله تعالى الخير والبركة وكسرة الرزق اللي كان فيه انتظاره الرأي رؤية اليوسفي من الرؤيات المبشرة جدا 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 للرأي بالخير والسعادة والرزق وصلاح الأحوال وخصوصا لو كان الرأي كان فقير أو كان بيعمل العمل ده في مشقة وتعب وانه بإذن الله تعالى هينول من بعده الخير والرزق وصلاح الأحوال رؤية اليوسفي كمان بتدل على الخروج من المشاكل والهموم والأحزان اللي كان بيعني منها الرؤي فيه فترة طويلة رؤية اليوسفي للبنت العزباء بيدل بإذن الله تعالى على إن هي لو شافته ناضج وشكله حلمه وطوزة ده بيدل لها بإذن الله تعالى على الحظ السعيد والإكتراب بموعد زواجها وكمان تحقيق أحلامها بعد ما كانت بردك بتعاني من التعب والمشقة في حياتها كمان رؤية اليوسفي وكان الرؤية يوسفي مسمر وجميل وشكله حلم بردك هنا بيدل لها على الزواج من شخص مناسب لها بإذن الله تعالى رؤية اليوسفي بتدل على بإذن الله للبنت العزباء على التغيرات الإجابية في حياتها بعد ما هي ما كانت بتعاني من مشقة وتعب في حياتها رؤية اليوسفي من الرؤيات اللي بتدل على كمان للبنت العزباء على الرزق والصمعة الطيبة والبركة وصالح الأحوال لها بإذن الله تعالى رؤية اليوسفي الغير ناضج هنا بيدل لها على تعرضها للمشاكل والأزمات في بعض الأوقات القادمة لها رؤية اليوسفي للمرأة بصفة عامة أو المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة كلها بيدي معنى واحد لها لأن هنا رؤية اليوسفي للمرأة المتزوجة بيدل على إن بإذن الله تعالى هتكون حياتها مستقرة مع زوجها في الفترة القادمة أما بالنسبة لليوسفي إذا كان المرأة ده كل اللي بنقوله للمرأة المتزوجة إذا كانت المرأة المتزوجة شافت في منامها إن هي معاها يوسفي لكن مظاقه غير ناضج وغير صحي ويعني طعمه محمد كده في المنام استشعرت به هنا بيدل لها على إن هي هتتعرض لبعض الأزمات والمشاكل في حياتها رؤيتها إن هي بتأكل فصوص اليوسفي مسكة فص مثلا أو فصين وشافت أو استشعرت بإن مظاقه كان غير ناضج وحامد ده بيدل بردك على إن هي ممكن يقوم تقوم بخلافات بينها وبين زوجها بسبب شخص إن الشخص ده هيوقع ما بينها وما بين زوجها وهيزرع الفتنة ما بينها وما بين زوجها وعليها توخي الحذر لما تشوف الرؤية دي ده لو شافت إن هي بتأكل فصوص اليوسفي حمدة أما بالنسبة للمرأة الأرمالة والمرأة المطلقة لو شافت فيه منامها إن هي بتأكل فصوص اليوسفي أو اليوسفي بصفة عامة وكان مزاقه طعم وريحته طيبة هنا الدليل بإذن الله تعالى على خروجها من الأزمات والاستقرار في حياتها في الفترة القادمة لها وكمان حصولها على مال ورزق بس بعد مشقة وتعب رؤية إن هي شايفة إن المرأة المطلقة والأرمالة والمتزوجة لو شافت فيه منامها إن هي بتجمع سمار اليوسفي من على الشجر ده دليل بإذن الله تعالى على إن هي سمعتها طيبة بين الناس ونجاحها في المجتمع وإن هي تحصل على رزق أو مال أو عمل بإذن الله تعالى لها في الفترة القادمة لها وكمان دليل على إن هي سمعتها طيبة بين الناس دي رؤية اليوسفي من الرؤيات اللي إحنا كنا بنقول عليها من الرؤيات المبشرة بالخير للرؤي أي حد فينا شوف رؤية اليوسفي إن هو ناضج وتعمه حلو يعرف إنه جايله مير جايله خير جايله رز أو شافه بس حتى كده في المنام من غير ما يأكل منه دليل على إن هو هيحصل على رزق ومال وبركة وخير واستقرار في العمل في الفترة القادمة لي يعني رؤية اليوسفي من الرؤيات المحمودة جدا للرؤي لما يشوفها يستبشر بها خير بإذن الله تعالى لأنها بتدل لي على الخير والسعادة والسمعة الطيبة بإذن الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وياريت دعموني باللايك وشين للفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر